خلاف بين أطفال يصل إلى اعتداء على عائلة في قضايا بغراب على يد قوة أمنية القوة داهمت المنزل واعتدت على ساكنيه دون أمر قضائي كما تقول العائلة التي عاشت ليلة مرعبة أطفال اثنين صاحبين تكتك ابنها عندها تكتك وابن ابني عندها تكتك صارت بياناتهم الشغلة شو هجموا علينا على البيت دا يردون يسحبون عمار يردون يسحبون علي آني بالنسبة لي ما خليتهم لازم ضرب عمار بدونكي بإيدة كسرها ضرب علي هنا بحاجبة لازم الدونكي مرة ثانية دا يضرب عمار صديتت آني ضربني بإيديه الأبو نخطي يقاعد على القريو والرجال معوق قال ليش ابني مؤاني أبوهم مقدامني ليش يتدسوي دفعق الله هيش منك ومن ولدك بدون أي موافقات تصرف شخصي مثل ما ذكرنا سابقا تصرف شخصي من عنده وجاب هاي القوة انجمعت تقريبا أربعين شرطي وست سيارات شرطة في كبات وطوقوا المنطقة وراد بس يحصل الولد يطلعهم وقال اليوم إلا أقضى عليهم التوبة إلا أسقطهم ما حصل للعائلة من اعتداء بالضرب والتهجم والسب دفعهم لرفع دعوة قضائية لكن القضية تمارس فيها ضغوط لعرقلتها وعدم إثبات حق العائلة كما يقولون وهذا ما جعلهم يناشدون شغلة علاقات لأن تدري أنت هو ضابط ومراك الشرطة أنا ما عندي عندي الله وعندي وزارة الداخلية وعندي أنت وشتكيت يمكم هذا العندي آني بس والله أستاذ لحد أنكوشي ماكو أي إجراء ماكوها صارحنا شهرين كل ثلاثة يام أربعة جينا تبليغ كل ثلاثة يام أربعة يجينا تبليغ على والدتي وعليا وعلى أقوتي ولحد أنكوشي معكم واضح واضح التقصير وتعيش العائلة الآن حالة من الرعب وهي تنتظر تدخل الجهات المعنية لإنقاذهم وإنصافهم ومعها يبقى حق الردي مكفولا للجميع من راصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر